اشتركوا في القناة او DVD طبعا انا انصح انك انت تستخدم فلاش ميموري سرعة 3.0 حجم 8 قيقا على اساس انك انت لما تي تسوي فورمات حق كمبيوترك تكون عملية الفورمات سريعة تستفيد من الوقت وتستفيد من السرعة من هذا الفلاش طبعا ليش احنا نسوي هذا العملية لنفرض انك انت تبت تسوي فورمات حق جهازك اي وقت تقدر تسوي فورمات بدون ما تروح على الاب ستور وتسوي وتنطر بالساعات لان حجم الفايل هذا وايد كبير فانت تسوي هذا النظام او هذه العملية على اساس انك انت اي وقت تسوي فورمات ما يحتاج انك انت تنزل النظام من اول وجديد نشوف مع بعض الطريقة ونشوف الشرح طبعا انت تحتاج فلاش ميموري حجم 8 قيقا 3.0 تحتاج انك انت تنزل الاصدار مونتن لين من الاب ستور وتحتاج انك تنزل لين ديسك ميكر من الموقع في الديسكريبشن تحت رح احطلك اياه او في المدونة تحت الفيديو نروح مع بعض ونشوف الطريقة شلون ندش على ديسكوتالي طبعا نوصل اول شي لفلاش ميموري على الكمبيوتر بعدين ندخل على ديسكوتالي بعد ما تدخل على ديسكوتالي لاحظ معاي رح يعطيك الفلاش ميموري مالك هذا هو الفلاش ميموري انت تحتاج انك انت تسوي لها إراز تي على الفورمات تختار ماك او اس اكستنديد جورنال تختار هذا وتتغير اسم النظام مالك الى هذا الاسم او اسم الفلاش ميموري الى هذا الاسم اللي هو انستول او اس اكس مونتن لين وبعدها تضغط اراز وتضغط اراز مرة ثانية لاحظ معاي بعد ما ينتهي الفورمات انت تشده سويت عملية الفورمات او الاراز للفلاش ميموري وخليتها مستعد لانه يسوي عملية حرق النظام على الفلاش ميموري بعدها تطلع من الديسكوتالتي وتروح على برنامج ليون ديسك ميكر تضغط عليه يفتح لك هذا الشكل طبعا راح يقول لك انت تبي تنسخ نظام الليون اللي هو 10.7 ولا تبي تنسخ الماونتن ليون 10.8 انت تقول لها ابي انسخ الماونتن ليون تضغط عليه راح وهو بروحه يحدد مكان الاصدار الخاص في الماونتن ليون اذا سويت لها داونلود من الاب ستور راح يحدد مكانه هو على الكمبيوتر ما يحتاج انك انت تروح يتحدد المكان تقول لها يوز ديس كوبي بعدها راح يعطيك هذا الخيار يقول لك انت تبي تنسخه على دي بي دي ولا تبي تنسخه على هارد ديسك او فلاش ميموري انت تقول لها على فلاش ميموري لاحظ معاي راح يعطيك هذا الخيار راح يقول لك انت تبي تنسخه على هارد ديسك ولا فلاش ميموري موجود على الجهاز انت تقول لها انا بيانسخه على فلاش ميموري موجود على الجهاز. تضغط عليه راح يعطيك هذا الاسم تضغط على الموت اللين وتقول له choose this disk لاحظ معاي راح يسوي ريسة حق الفلاش ميموري مرة ثانية ويثبت عليه النظام طبعا العملية راح تاخذ لها من 15 دقيقة ل 20 دقيقة. انت لا تستعيل. لا تحسب انه علق وتفصل الفلاش ميموري او انك انت تسكر الكمبيوتر تنتظر مجرد ما انك انت تنتظر راح يطلع لك مسج على الشاشة راح يقول لك ان العملية تمت احنا نضغط erase then create the disk لاحظ معاي قاعد يسوي لنا عملية المسح ويثبت النظام على الفلاش ميموري ممكن يطلع لك هذا الارور اذا طلع لك هذا الارور ماكو مشكلة اضغط عليه اوكي وروح على disk utility مرة ثانية بعد ما تروح على disk utility تضغط على الفلاش ميموري مالك هذا هو الفلاش ميموري وتي تضغط على verify disk انت تسوي عملية تعديل لملفات الفلاش ميموري او تسوي تفعيل الفلاش ميموري اضغط عليه وبعدين اضغط repair disk بعدها اتي على الخانة هذه اللي هي خانة تثبيت الماونتن لين على الفلاش ميموري وتضغط verify disk وتضغط repair disk بعدها تروح على العملية مرة ثانية اللي هو lion disk maker وتقول له mountain lion وتقول له use this copy create boot disk بعدين تقول له اختار هذا الفلاش ميموري وتختار نظام mountain lion اللي هو هذا وتقول له choose this disk راح يقول لك ابي امسح مرة ثانية وتطبق العملية تسوي العملية هذه لاحظ معاي قاعد يحرغ لنا نظام mountain lion على الفلاش ميموري الحين العملية مثل ما قلت لكم تأخذ لها من 15 دقيقة الى 20 دقيقة لا تفصل الفلاش ميموري ولا تسوي restart حق الكمبيوتر او انك انت تسكر الكمبيوتر مجرد ما تكتمل هذه العملية راح يكون نظام mountain lion احترق على الفلاش ميموري او النسخ على الفلاش ميموري بعد ما تكتمل عملية حرق النظام راح تظهر لك هذه الصفحة انت بهذه الطريقة حرقت نظام mountain lion على الفلاش ميموري وصار عندك النظام على فلاش ميموري الحين انت اذا تبتسوي upgrade اذا انت كنت على الليل تبتسوي upgrade للمountain مجرد ما انك انت تضغط double click على هذا المكان راح يسوي عملية الinstall او اذا انت تبتسوي format حق جهازك او recovery حق جهازك انا شارح طريقة هذي من قبل امسوي فيديو شرح شون انك انت تسوي format حق جهازك شون انت تمسح الهارد ديسك وتسوي format حق الجهاز من الصفر يعني كأنك تتوك شاري الجهاز يديد الشرح موجود راح احط لكم رابط الشرح في تحت او تحت الفيديو في المدونة هذه هي عملية حرق النظام على الفلاش ميموري او الهارد ديسك او الديفي دي اتمنى ان الشرح هذا كان سهل اتمنى ان الجميع يطبق هذا الشرح اذا عجبكم هذا الشرح سووا لي like و subscribe اذا ما عجبكم الشرح سووا لي dislike اتمنى اشوفكم في فيديو شرح ثاني شكرا ومع السلامة شكرا